قانون التظاهر نحن نشهد منذ إقرار قانون التظاهر هجمة قوية جدا ومتوحشة على كل من له علاقة بثورة 25 يناير في الزكرة الثالثة للثورة شهدنا جميعا منظر غريب ومستنكر شهدنا كل كاره ثورة 25 يناير بيطلع في تلفزيون علشان يحتفلوا بذكر هذه الثورة اللي هما بقالهم ثلاث سنين بيجتموها في حين إنه كل من كان في الشارع في اليوم ده لا يرفع صور عبدالفتاح السيسي بيتم القبض عليه في هذا اليوم تم القبض على ألف تسعة وسبعين شخص كما أعلنت وزارة الداخلية نصهم تقريبا كان في القاهرة وتقريبا يعني أغلب أسام الشرطة في القاهرة كل اسم كان له قبضة وتنوعت الأبضات بقى فيه أماكن مختلفة يمكن أشهرهم الأبضة الكبيرة بتاعة عبدين اللي هما أطلق عليهم مظالين موسط البلد وكذلك الأبضة بتاعة الأسبكية اللي كان فيها حوالي تسعة وسبعين شخص بالإضافة لأبضة في المعادي تعرض فيها خمسة وعشرين شخص للأبض وأبضات في أماكن أخرى زي الموسكي وزي الدرب الأحمر وزي باب الشعرية والظاهر وما إلى ذلك الاتهامات طبعا كانت الاستنبا اللي هي بقت موجودة دلوقتي بالإضافة للاتهامات المتعلقة بمخالفة قانون التظاهر بقى عندنا التهمة اللي هي بيلحق بها أي حد وهي تهمة الانضمام لجماعة إرهابية اللي هي جماعة الإخوان المسلمين المفروض وهذه التهمة يتهم بيها شباب معروفين بانتماؤهم للطيار اليساري ويتهم بيها شباب معروفين بانتماؤهم لحركات سياسية معارضة للإخوان المسلمين وشباب يعني كانوا من أبرز المعارضين للإخوان في السنة اللي هم حكموا وفي الحياة منهم لله الإخوان لأنه كل هذه الممارسات بتبقى بهذا الشكل من الفجاجة في عهده سواء الأبد العشوائي سواء التحقيقات والأحكام والقرارات اللي بيهدر فيها تماما قانون الإجراءات الجنائية اللي هو المفروض بيبقى الحاكم لكل تصرفات النيابة العامة والمحاكم المصري بالإضافة للتهمة بتاعت الانضمام لجماعة دي بقى عندنا التهم المتعلقة بقانون التظاهر وهذا القانون منذ إقراره في أواخر نوفمبر الماضي وأصبح زي ما قلت صيف مسلط على رقاب كل الثوار ولكن في الحقيقة إنه القانون ده أكيد إنه ما قاله صفحة الزبالة زي أكيد إنه ما قال إخوانا المقصورين هو الحرية اللي بيحصل في القبض باستمرار واللي تجلى في يوم 25 يناير الماضي هو يعني القبض على كل من يحاول أن يقول لا للسلطة كل من ليس على هوا السلطة اللي بتقبض عليهم بيتعرضوا لتعذيب شديد أثناء الضرب وأثناء القبض وبعد القبض وبعد العرض على النيابة وبنفاجأ من إنه النيابة العامة بترفض إنه هي تثبت هذه الانتهاكات وبتتزرع بإنه هي ملهاش دعوة إلا بالورق اللي قدامها وبترفض تماما إنه هي تجري تحقيقات في هذه الانتهاكات التي يتعرض لها المقبوض عليه بالإضافة لكده فإحنا بنروح تحيات في أماكن أولا نائية جدا زي مثلا معسكر الكيلو 10 ونص على الطريق الصحراوي وأماكن كلها تابعة لجهاز الشرطة مما كان بيجعل جهاز الشرطة هو المتحكم في عملية حضور المحامين للتحيات من عدم ولكن الغريب في القبض بتاعة 25 يناير دي تحديدا إنه النيابة العامة نفسها اللي هي الجهة اللي المفروض بها إن هي الجهة المنوط بها تطبيق القانون هي اللي أصدرت أوامر بمنع المحامين من حضور التحيات وهذا حدث تحديدا بالنسبة لنيابة عبدين ونيابة الدقي ونيابة الأسبكية ودول أصدروا أوامر صريحة بأنه التحيات دي مش هيحضرها محامين طبعا التحيات دي أقيمت في معسكر أمن مركزي فتورة بالنسبة لتحيات عبدين وفي معسكرات الطريق الصحراوي بالنسبة لنيابتي الدقي والعجوزة بعد كده النيابة طبعا كل اللي بيتقارد قدامها بتدي له حبس 15 يوم اعتمادا على السلطة اللي هي بتدعيها لنفسها سلطة قضي التحييق وتروح مدية حبس 15 يوم بيتم التعنت الشديد في قبول طلبات الاستقناف وبعد كده بيتم التعنت أيضا في قبول طلبات الزيارة سواء من المحامين أو من الأهالي للمأسورين وبنيجي بعد كده لأماكن الاحتجاز اللي هي بتشهد ممارسات غير إنسانية وغير أدمية وغير قانونية ضد كل اللي موجودين فيها أماكن الاحتجاز سيئة جدا كل اللي دخلوا بيشتكوا من ممارسات تتعلق بالتعذيب والضرب والإهانة والإجبار على فعل أشياء مهينة جدا بعد كده بنروح قدام المحاكم ويمكن لو هنتكلم عن الأبضة بتاعة 25 يناير دي هنلاقي قدامنا المسأل بتاع قضية معتقل المعادي اللي هم اتحكم عليهم بسنتين حبس ودي بقت التسعيرة منذ إقرار قانون التظاهر بقى عندنا دايما كل الأضايا في الأغلب بتطلع سنتين حبس وخمسين ألف جنيه غرامة وأصبحت الدولة بتمول خزانتها من جيوب المظليم ومن جيوب الصوار عن طريق الغرامات والكفالات الباهظة اللي بتفرض على الناس اللي بتتعرض للاعتقال وأنا بأكد على اللي قاله زميلنا أحمد راغب أنه ده مش حبس احتياطي ده اعتقال لأنه إحنا لا بيتحلين فرصة للطعن عليه يمكن زي حالة أخونا علاء ما بيتحلناش فرصة للطعن عليه ما بيتحلناش ما بيتحش للمحبوس احتياطيا فرصة من الاطلاع على الورق اللي هو المفروض ده انتوا بيلقى الناس في غياه بالسجون لمدة طويلة لحين ما ربنا يكرمنا بقاضي عنده ضمير أو عنده يعني احترام للقانون وده للأسف أصبح عملة ندرة في اليومين دول مش عايز أطول بس عايز أقول كمان أنه هذه الهجمة ما طالتش بس الصوار ولكن طالت كمان المدافعين عنهم وبقينا بصدد حالات كتيرة للتعدي على المحامين وتهددهم بالسلاح واحتجازهم أحيانا فأنا عايز أختم كلمتي بأنه أنا أحيي كل زمالي المحامين اللي يعني مش لقين وقت يناموا من كتر المقبوض عليهم ومن الجهد الدقوب اللي هم بيتزلوا كل التحية للمحامين وللمتطوعين ولكل المدافعين عن حقوق المظلومين الحرية لأبطال ما في السجود اشتركوا في القناة